بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والاشتراك في المسائلين مرحبا بكم مرة أخرى فقط كاتتما للحصة الماضية سنقوم بإضافة بعض الأمثلة بخصوص بطبيعة الحالة la command sequence و la command iteration list مثلا لإنشاء أو الحصول على المتتالية الخاصة في بوناشي متتالية في بوناشي يمكننا الذهاب إلى ونوابع الامر الس Lindsey ونضغل للمجموعة chia interface وظنا سنستمر متغيرين ليس متغير واحد فقط متغير الأول هو x والمتغير الثاني هو y بالنسبة لمتتلس في بناشي طبيعي الحال الجامعي يعرفها ذلك القيمة الأولى تكون فيها هي واحد القيمة البدئية هي واحد والقيمة الثانية كذلك هي واحد حدها الأول يساوي واحد وحدها الثاني يساوي كذلك واحد وبالتالي فإن هذا الأمر الذي سنقوم بإدخاله سيقوم أولا بإعطاء قيمة قيمة واحد لx ويعطى القيمة واحد كذلك لـ Y وبعد ذلك سيقوم بجمع يعني للحصول على القيمة الموالية سيقوم بجمع X زائد Y يعني سيقوم بجمع واحد زائد واحد ليحصل على إثنان وهكذا سنحصل على جميع الحدود خاصة بمتتالية في بوناشي يكفي الآن الضغط على أو اختيار نور نور الذي سنستعمله مثلا هنا لدي زالقة زالقة سميتها مسبقا N قيمتها الدنيا كما تلاحظون هنا هي الواحد وقيمتها القصوية هي مثلا هنا 15 يمكننا السحب هذه المتتالية إلى شاشة الجيو جيبرا كما تلاحظون هنا حتى تظهر لجميع المشاهدين كيف سنقوم بإنتاج حدودية قلت بأن الحد الأول هو واحد والحد الثاني هو واحد عندما قمت بإدخال أمر إتراثيون ليست قمت بإعطاء القيمة واحد للمتغير X وقمت بإعطاء القيمة واحد كذلك للمتغير Y يعني أن القيمة البدئية القولة هي واحد والقيمة الثانية كذلك هي واحد بعدها ستقوم هذه الأوامر أو يقوم هذا الأمر بجمع قلت الحد الأول والحد الثاني ليضعه مكان الحد الثالث وهكذا ذو عليكم يعني للحصول على حد ما يكفي جمع الحدود السابقة يعني هنا نحصل على ثلاثة اذا نكفي جمع اثنان مع واحد نحصل على ثلاثة لكي نحصل على خمسة يكفي أن نجمع اثنان مع ثلاثة لكي نحصل على ثلاثة يكفي أن نجمع ثلاثة مع خمسة إلى آخر ألا يمكننا مثلا الحصول على هذه السلسلة من الأدات دائما بنفس الطريقة مثلا هنا العدد 21 هو مجموعة العددين 13 و 8 العدد 34 هو مجموعة العددين السابقين 21 و 13 العدد 55 هو مجموعة العددين السابقين 34 و 21 إلى آخر هكذا يمكننا إنتاج حدود المتتالية في بوناش يمكننا الاشتغال على أمثلة أخرى سأقوم بمس هذا المثال يمكننا ترك N لأننا سنستعمله وكيمكنني اشتغال على دائرة سأذهب إلى هذه القائمة وناس وأختار السابق أضغط في شاشة الجوزيبرا حتى أنشئ مركز هذه الدائرة وأضغط مرة أخرى الجوزيبرا كما تلاحظون هنا ينتظر مني الضغط مرة أخرى لتحديد هذه الدائرة مثلا هنا هذه الدائرة هي مركزها A وتمر من النقطة B وبالتالي فإن شوعها سيكون هو A وبين الاستعمالات التي يمكننا توظيفها أفشي الاتيكات وبين الاستعمالات وبين تطبيقات التي يمكننا استعمال فيها الأمر إيتياراتيون ليست أو كوموند سيكونس مثلا الحصول على صور النقطة B بالدوارة الذي مركزه صور النقطة B بالدوارة الذي مركزه مثلا هنا سنقوم بالدهاب إلى عشر الكتاب ونكتبه السيكونس ثم في الإكسفرسيون التعبير الذي سنستعمله سيكون بطبيعة الحال Rotation لاحظة عندما أكتبه Rot ثلاث حروف الأولى من كلمة Rotation تظهر لهذه النافذة أو لهذه اللائحة التي تحتوي على أربع اختيارات اختيار الثاني هو الذي سنستعمله Rotation Object ما هو العنصر أو ما هو ما هو الوجه Mathematical ونقوم بالدوارة ونقوم بالدوارة ما هو الذي سنخضعه لهذا الدوارة هنا بالطبع حال سنكتبه النقطة B الزاوية سنقوم بإدراج زاوية الدوارة ثم نقوم بالدوارة مركز الدوارة الذي سنستعمله بالنسبة للخيار الأخير وما قبل الأخير طبعا الحال هنا تلاحظون Axe Drogation وهذا يعني أننا يمكننا استعمال هذه الأوامر في غرافك تخوضي في الهندسة الفضائية هنا سأقوم بالدغط على الخيار الثاني بالنسبة للهبج سأضغط على B بالنسبة للزاوية سأقوم بإدخال الزاوية متغيرة تعتمد على متغير سأكتب 2 فوا P فوا K هنا K هو المتغير طبعا الحال مقسم على N ثم مركز الدوارة عفوا سيكون هو A قلت بأن الضغياب المتغير سيكون هو K القيمة التي سيأخذها القيمة الأولى التي سيبدأ بها الدوارة ستكون هي الصفر والقيمة النهائية ستكون N نقص واحد ثم سيكون هو واحد لاحظوا عندما ضغطوا على زر الإدخال الخاص باللوحية المفاتيح حصلوا على هذه النقطة بطبيعة الحال هنا لدينا النقطة الأولى هي صورة كذلك النقطة B بالدوارة الذي مركزه A هنا الزاوية يمكنني حساب هذه الزاوية بطبيعة الحال هكذا ستكون هذه الزاوية التي استعملها هنا زاوية الدوارة هي 30 درجة يمكنني إنشاء هذه القطعة بطبيعة الحال دائما ذهب إلى Sequence ثم نختار الخيار الأخير وداخل هذا الإكسبرسيون داخل هذا التعبير سنكتب سيجمون ثم تضر لنا لائحة تحتوي على خيارين سنختار الخيار الأول من السيجمون دون الزاوية يعني الطرفين دياله النقطة الأولى والنقطة الثانية النقطة الأولى ستكون هي A مركز الدائرة والنقطة تانية يعني الطرف الثاني لهذه القطعة سيكون نقطة ما من هذه اللائحة هنا سأكتب L1 وبين قوسين سأدعم تغيير الذي هو E أنه في كل مرة سيربط النقطة A بهذه النقطة بنقطة من هذه النقطة في بداية الأمر سيربط النقطة A بB ثم مدلك سيربط النقطة A بهذه النقطة ثم يربط النقطة A بالنقطة الثالثة إلى آخر وقلت بأن الفغيابل سيكون هو E فالغ دي بي ستكون هي واحد فالغ دفن ستكون لانغر دي الواحد ثم سيكون هو واحد لاحظوا هنا حصلت على مجموعة من الأشعة في الحقيقة هي مجموعة من القطع التي تربط النقطة A بكل نقطة من نقطة اللائحة الوحد ثم أضغط على OK يمكننا جعل هذه الخطوط خطوط متقطعة في مرة واحدة يمكننا الضغط عليها والذهاب إلى هذا المثلة هنا ثم اختيار طريقة التعبير عن هذه القطع اختار نقطة متقطعة أو خطوط متقطعة لاحظوا هذه الزاوية قياسها 30 درجة يمكنني تغيير طبيعة الحال لاحظوا الآن لدي الزاوية قياسها 60 درجة وهنا كأنني قسمت الدائرة إلى قطاعات دائرية طبيعة الحال قطع الدائري الأول ثاني ثالث الرابعة الخامس ثم السادس كل زاوية من هذه الزاوية تسوي مثلا هنا 60 درجة مثلا هنا كل الزاوية من هذه الزاوية تسوي 120 درجة مثلا هنا هذه الزاوية الزاوية الأولى من قياسها 180 درجة والزاوية التي في الأسفل ذلك هي 180 درجة ثم مثلا هنا قسمت الدائرة إلى أربعة ثم هنا في كل الزاوية قياسها 90 درجة إلى آخره ثم هنا مثلا هذه الزاوية قياسها 45 درجة وبنفس الشيء بالنسبة للزاوية الأخرى فهي زاوية متقيسة ونظروا تدعم بطبيعة الحال يمكننا conqueredN fif copy حتى التسمية هذه النقطة هذه النقطة المتواجدة على الدائرة إياكم إخفاء النقطة B نرgran يمكنني إ thuคتها هذه النقطة مثلا هذه هي M0 ساوضع هذه النقطة M0 هذه M1 M2 M3 ثم هناك من فعل مثلا في حس الماضية سأذهب إلى الخيار الأخير سأختار تكست ثم أذهب إلى الخيار ما قبل الأخير كما فعلنا السابقة وهنا سأكتب بين مزدوجتين لأن الأمر يتعلق بنص ستكون بطبيعة الحال سأكتب بشكل كبير ثم أخرج خارج المزدوجتين وأكتب إ وهذه الإس أجعلها بين اللامتين لما الأولى ستكون داخل المزدوجة ولكي أضع اللامة التي تغلق اللامة الأولى سأضع هكذا كبير مزدوجته النقطة التي سأستعملها سأربط كل حرف أو كل كلمة أو كل التعبير الحرفي للنقطة بالنقطة التي تتواجد على هذه الدائرة وهذه النقطة التي تتواجد على الدائرة بطبيعة الحال فهي تنتمي إلى اللائحة L1 هنا سأكتب L1i بالنسبة للبولين كما فعلنا سابقا سأكتب true حتى يقوم بتعويض النص مكان النقطة هنا حتى تكون الكتابة بكيس سيغة لاتيكس الغيابة المتغيير سيكون هو I التي ستعملنا الغيابة ديبي ستكون هي واحد و الغيابة دفا ستكون قيمة الكاردينال يعني عدد عناصر اللائحة واحد ثم لبا سيكون هو واحد لاحظوا بأنني حصلت هنا على مجموعة من النصص النص الأول M1 مرتبط بالنقطة الأولى النص الثاني M9 مرتبط بالنقطة الثانية إلى أخير M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 ثم M11 يمكنني أن أبدأ بM0 إذا أردتم يمكنني مكان M1 أكتب M0 و سنحتاجه بطبيعة الحال إلى فقط هنا سنقوم باستمال الإزاح يمكنني فعل ذلك بكل سهولة هنا سأجعل ME زائد واحد وهنا سأجعل في مكان نقطة البداية سأجعله 0 لاحظوا الآن M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 مجموعة النقطة بطبيعة الحال هو 11 نقطة تكون هنا لدي أربع نقطة M0 M1 M2 M3 يمكننا إن شاء القطاعات الدائرية هنا يمكنني إنشاء القطاع الدائري خاص بكل بطبيعة الحال الجزء هنا سأذهب دائما إلى شريط كتاب أكتب السيقونس ثم داخل الإنسفرسيون التعبير الذي سنستعمله سيكون Sector Circular Sector لاحظوا عندما أكتب سك تظهروا إلى إحاجة جديدة تحتوي على مجموعة من الاختيارات سأختار هذا من بينها سأختار Sector Circular قطاع دائري عندما أضغطوا Sector Circular تظهروا إلى مجموعة من المدخلات التي ينتظروا من الجيوب الجيبرا أن أقوم بملئها هنا مثلا Sector سيكون بالطبيعة الحال النقطة A نعتمد على هذه النقطة النقطة الأولى ستكون L1 de I والنقطة الثانية ستكون L1 de I plus 1 النقطة التي تليها مباشرة المتغيير سيكون هو I ستكون هي واحد ستكون بطبيعة الحال L1 ثم سيكون هو واحد هنا سنحصل على مجموعة من القطاع الدائرية لكن كما تلاحظون هنا يسبق لنا الخيار الأخير لم يقوم الجيبرا بإنشائه لماذا؟ بكل بساطة لأن النقطة الأخيرة هنا هي M9 وبالتالي فإنه لا يمكن أن يعود إلى M0 هنا لدينا L1 de I ومباشرة لدينا L1 de I plus ولهذا سنقوم بتحاير قليلا على الجيبرا سأعود إلى L1 هنا سأعود إلى F1 L1 وهنا توقفت عند N-1 سأمسح هذه النقص واحد سأكتب N لاحظ الآن ماذا سيحدث سنقوم بالحصول على هذه العناصر لاحظ أن M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 ثم M9 لدينا 10 نقاط بطبيعة الحال هنا لدينا 5 نقاط M0 نقطة الأولى نقطة ثانية نقطة الرابعة ثم النقطة الخامسة ولدينا 5 قطعات دائرية بطبيعة الحال يمكننا أن نقوم بتلوين هذه القطعات الدائرية على شاشة الجيوزيبرا ثم نختار مثلا هنا سماها A ثم نترك ما هو القيمة الدنوية مثلا ستكون هي 2 القيمة القصوية مثلا تكون هي 100 0.01 ثم نضغط على OK سنقوم باستدعاء أحد النوافيد أو لا إحدى النوافيد من هنا Tabler سنذهب إلى Tabler سنقوم بمعينة النافذة التي تظهر على اليمين هذه النافذة تشبه نافذة Excel في الخلية الأولى أو في العمود الأول سنكتب الأعداد من 1 إلى 15 من 1 ثم هنا سنكتب 2 ثم أقوم بالسحب نحو الأسفل سأضغط على هذه النقطة وتواجد في الزاوية ثم أسحب إلى القيمة النهائية التي يحملها N القيمة النهائية التي يحملها N هي 15 هنا ماذا سأكتب سأكتب هذه القطاعات الدائرية التي قمنا بإنشائها التي هي سماها الجوجيبرة هنا L4 سماها L4 ماذا سأكتب في الخانة الأولى سأكتب L4 وأفتح القوس وأكتب A1 لاحظوا هنا ماذا حدد سماها B1 سأقوم بتغيير بعض الخاصيات المتعلقة بهذه الخانة بالضغط بالزر الأيمان للفأرة والذهاب إلى Probeckiette تظهر لنا فدى جديدة بطبيعة الحال سنذهب إلى Avancé سنقوم بالتأشير على الخيار الذي يهم الألوان هنا HSV سنذهب إلى Tent ونكتب سأكتب ليس B1 عفوا سأكتب A1 ليس B1 سأكتب A1 وليس B1 لأن B تحميل جميع القيم وبالتالي القيم التي تكون هنا مختلفة هي القيم التي تواجد في A وليس B سأكتب A1 وليس B1 ثم سأقوم بالسحب الآن سأقوم بالسحب الآن سأحصل على مضلعات أو عفوا دي سيكتور سيكتور ذات قطاعات دائرية ذات ألوان مختلفة وليس قطعات دائرية ذات اللون الواحد قطعات دائرية مختلفة اللون نلاحظ بأن هذه القطعات الدائرية هي التي تظهر في الواجهة وبالتالي يمكننا يمكننا تغيير ذلك بالضغط بزر الإيمان للفأرات ثم نذهب إلى ثم نختار هنا Calc الذي سنستعمله ستكون الدائرة التي تظهر في الواجهة ستغير السفر من سفر إلى واحد بالنسبة بالنسبة للنقاط كذلك أريد أن تظهر في الواجهة بالنسبة لقطعات أو القطع التي قمنا برسمها كذلك أريد أن تظهر في الواجهة بالنسبة القطعات سأتركها في الخلف ثم النقاط التي سميناها M0 M1 M2 إلى آخر سأجعلها كذلك في الواجهة ممكن لاحظوا الآن على ماذا حصلنا هنا في هذه الدائرة حصلنا على دائرة وقمنا بتقسيمها إلى مجموعة من القطاعات الدائرية التي لها نفس المساحة بطبيعة الحال متقيزة حصلنا على مجموعة من النقط وكذلك حصلنا على مجموعة من القطع هذه بعض التطبيقات التي يمكننا الاشتغال عليها إذا كانت لديكم أسئلة أو كانت لديكم اختراحات يمكننا الاشتغال عليها في حس مقبلة فمرحبا بكم يمكنكم بطبيعة الحال إرسالوا عبر صندوق التعليقات سواء على القناة الخاصة باليوتيوب أو على صفحتي في الفيسبوك وكشكرا على المتابعة وإلى فرصة مقبلة بحول الله